يعني ما أكو داعش عمي بعده إلى الآن في المناطق الصحراوية لا والله قل لي لا حقيقة أجاوبك بيكون صراحة كل من يقول لك أكو داعشي في المناطق السنية خليجي ويقول لي بهذا المكان أنا أروح بنفسي علي مو قوات أمنية أنا أروح بنفسي علي أنا عندي ثار معدر شماعة؟ نعم شماعة اليوم أنا أتجول في الموصل اللي هي كانت أخطر منطقة بالنسبة للعالم كله كن على ثقة مسدس ما شايل كن على ثقة ومستعد أمشي الساعة ثنتين بالليل من الموصل لأي منطقة تريدها دع ليش هذا التهوير يا ستاة نايم عزيزي شنو الغاية؟ أحتيها بو خالد أحتيها وأنا بقول صراحة اليوم من هو اللي حارب داعش؟ الركيزة الأساسية للأمن من هو؟ المواطن لو غيره هو المواطن من هو اللي ذاق بطش وأجرام داعش؟ أليس أهل هذه المناطق؟ اللي قام يحرقهم بالنار ويغرقهم بالمي ومنع البنايات وبالسيف يقطع رؤوسهم اليوم قبل أن تلقي القوات الأمنية عالداعشي تلقي المواطنين هم أكوا أدلة وقسم من الانتحاريين في غرب نينوى في قرية أعونات وفي ناحية ربيعة وفي مناطق عديدة المواطنين اللي قتلوا الدواعش مو الأجهزة الأمنية وأنا مسؤول عن كلامي اللي يقول له عندي الموقف وعندي الصور وما يثبت ذلك كل الأدلة كل الأدلة موجودة تلقي المواطنين اللي قتلوا الدواعشي تلقي المواطنين اللي قتلوا الدواعشي شكرا